اشتركوا في القناة ولا يبديها إن الذين كفروا يعني كفروا بالله وكفروا بما آمن به المؤمنون طبعا هذا الكفر إذا كان بعناد الكفر شكليا تارة يكون عن قصور واحد في غابات أفريقيا هذا لا يعلم الحقيقة يجهلها ولكنه لا يعاندها القسم الثاني من الكفر الكفر بعناد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إن الذين كفروا إذا كان كفرهم نابعا عن العناد سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هذا لم يفرق عندهم سواء عليهم ما كفر أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء الكفار المعاندون المصداق الأجلى للكافر هذال لا يؤمنون هسه ليش إحنا قيدنا بالكفر النابع عن العناد لأن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله من الناس أول شي كانوا كفار بعدين آمنوا فمو كل كافر يستوي فيه الإنذار وعدم الإنذار لا الكافر المعاند سواء أنذرته أم لم تنذره فهو لا يؤمن المعاند يتساوى في حقه الإنذار وعدم الإنذار طبعا هذا مينافي وجوب الإنذار لإتمام الحجة عليه ولكن النتيجة سواء وهذه العبارة قد تكون تسلية للنبي صلى الله عليه وآله حتى لا يتحسر عليهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم يعني أن الله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم بالكفر جعل قلوبهم بحيث يصعب إيمانها لأن هذه القلوب اعتادت على الكفر وعدم الاستماع إلى الحق فالله طبع على قلوبهم بعلامة الانحراف سؤال لماذا ختم الله عليها بذلك الجواب لأنها لم تقبل الهداية هذا مثل فرد واحد يطرد ابنه من البيت لأن ابنه شنوه ولد مجرم يمارس فنون الإجرام يرشده ينصحه يضغط عليه كل هالأمور متفي النتيجة شنوه يطرد من البيت الله تبارك وتعالى في آية أخرى يشير إلى هذه الحقيقة يقول طبع الله عليها بكفرهم يعني بسبب كفرهم طبعا هذا ختم الله على قلوبهم مو بمعنى أنه هذا خارج عن قابلية القبول والهداية لا الإنسان مهما كان وإن كان معاندا لا يخرج عن قابلية القبول للهداية وإنما معناه أنه يصعب ذلك وفي الحديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال عز وجل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فهذه السمى وسمها الله تبارك وتعالى ليعرفها من يشاء من ملائكته وأوليائه إذا نظروا إليهم بأنهم هؤلاء لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يعني هؤلاء لا يستفيدون من السمع مثل الإنسان الأصم مو أنه أكو في سمعهم خلل ما يسمعون نهائيا مثل الأصم لا ما يستفيدون من هذا السمع وعلى أبصارهم غشاوة الغشاوة بمعنى الغطاء هذا تشبيه للغشاوة المعنوية بالغشاوة الظاهرية مثل فرد واحد اللي على بصره غشاوة غطاء ستار ما يشوف المحسوسات هكذا من يعاند يكون على بصره مثل الغشاوة هذا تنزيل لفاقد الوصف منزلة فاقد الآصل عنده عين ولكنه ما يستفيد منه فالعاصل موجود ولكن وصف هذا العاصل ما موجود الأذن موجودة ولكن وصف هذا الأذن اللي يستمع فيستفيد هذا ما موجود هذا مثل فرد واحد يقول للإنسان اللي ما ينتفع بالعلم عوفه هذا ما يفهم هذا جدار هذا كل ما تحكي وياه أطرش ولهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة فإن الإنسان الذي ينحرف عن قوانين الله تبارك وتعالى يكون مصداقا لهذه الآية الكريمة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء وأن يبعدنا عنهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين